أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيكش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعربت مصر عن أسفها البالغ لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو وأكدت مصر في بيان عن وزارة الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضوياتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي يعانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من سبعين عاما كما اعتبرت مصر أن إعاقة قرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤوليات القانونية والتاريخية الملقاة على عطق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية وطلبت مصر الأطراف الدولية داعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وصوت مجلس الأمن الدولي على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية حيث صوت لصالح القرار 12 دولة وامتنع الدولتان عن التصويت في حين استخدمت واشنطن الفيتو ووفقا لمثاق الأمم المتحدة يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بإغلبية الثلثين ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لتسعة أعضاء من مجلس الأمن من أصل 15 عضوا بشرط أن لا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة ضد الطلب أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأكدت فلسطين أن الفيتو الأمريكي يتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حيث تعترف أغلبية دول العالم بالدولة الفلسطينية شددت الرئاسة الفلسطينية على أن هذه السياسة الأمريكية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروع تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولية وتشجع على استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وتزيد في دفع المنطقة إلى شفاء الهوية أعرب الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة للفيتو لإعاقة الإرادة الدولية بالموافقة على حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وقال أبو الغيت في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة X إنه لا أمر مؤسف للغاية أن يتم استخدام الفيتو لأعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة فيما مضيفا أنه يعلم جيدا أنها كانت مجرد خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتما بانتصار الإرادة الفلسطينية المدعومة عربيا ودوليا صرح منذ بروسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نابينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقية تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قابول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة وقال نابينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن واشنطن باستخدامها حق النقد للمرة الخامسة منذ بداية تفاقم الوضع في غزة أظهرت مرة أخرى موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين أفدت وكلة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بعدم أقوى أضرار كبيرة في إيران بعد تقارير عن سماع دوي انفجارات قرب مدينة أصفهان وتفعيل الدفاع الجوي في بعض المناطق بالبلاد وأضف مسؤول إيراني أن بلاده أسقطت عددا من المسيرات وأنه ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي وأكدت إيرنا أن المنشآت المهمة في أصفهان وخاصة المنشآت النووية أمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث هناك هذا ونقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الرسمي الإيراني قوله إنه تم رصد ثلاث مسيرات في سماء أصفهان وجرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي وتدمير المسيرات في السماء توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة بريوتريا عاصمة جنوب أفريقيا لرئاسة الجنب المصري المشاركي في أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا وذكرت الخارجية في بيان أن شكري سيستهل زيارته بمشاورات سياسية يعقدها مع نظيرته وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا حيث سيتم تناول الإطار العام للعلاقات الثنائية وسبول تعزيزها بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن لجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واكتماعية ترجمة نانسي قنقر